شهر صحة الصلاة الحمد لله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهبين الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن ينزقنا النية الحسنة نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا فضل الله قيمك شكرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين قال المؤلف رحمه الله فصل في شروط صحة الصلاة وشراط الصلاة قبل الدفول فيها خمسة أشياء نعم هذا الفصل معقود لبيان شروط صحة الصلاة كنا تكلمنا قبل عن شروط وجوب الصلاة حتى تجيب أليس كذلك؟ الآن في هذا الفصل يتكلم عن شروط الصحة ما هي الأشياء التي تشترط حتى تصح الصلاة؟ نعم يقول قبل الصلاة لها شروط قبل الدخول فيها للصحة وبعد الدخول فيها يقول قبل الدخول فيها قبل أن يدخل في الصلاة هناك خمسة أشياء خمس شرائط الشرائط جمع شريطة الشرائط ليست جمع شرط جمع شرط شروط الشرائط جمع شريطة نعم تقول هذا شرط هذه شريطة الشرائط جمع شريطة نعم وهي بمعنى الشرط بمعنى واحد هي والشرط أي ما تتوقف صحة الفعل عليه وليس جزءا منه هذا في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء عندما يقولون الشرط كذا معناه ما تتوقف صحة الشيء عليه لكنه ليس جزءا من الشيء يعني مثلا تقول الوضوء الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة بدونه إذن لابد منه لصحة الصلاة لكن هل الوضوء جزء من الصلاة ليس جزءا هذا هو الشرط ما لابد منه لصحة الشيء لكنه ليس جزءا منه نعم فإن كان منه فهو ركن أما إذا كان لابد منه لصحة الشيء وهو جزء من الشيء هذا يسمى ركنا الركن والشرط كل منهما لابد منه ليصح الشيء بس الذي ليس جزءا من هذا الشيء يقال عنه شرط والذي هو جزء منه يقال ركن مثلا تقف لتصلي فتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام هذا لابد منه لصحة الصلاة إذا لم تكبير لا تصح صلاتك لكن هذه التكبيرة جزء من الصلاة فيقال عنها ركن أما الوضوء لابد منه لكن ليس جزءا فيقال عنه شرط هذا في الصلاح الفقهاء وإلا أحيانا في غير الصلاحهم الشرط وركن أحيانا يستعملونه بمعنى واحد لا يفرقه أحيانا نعم الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر لا بد لصحة الصلاة أن يكون العضو الأعضاء طاهرة من الحدثين الأكبر والأصغر لا بد أن يكون البدن طاهرا من الحدث الأكبر ولا بد أن يكون توضع فتطهر من الحدث الأصغر لا بد أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر مثل ما إلنا أبل الحدث ليس شيئا موجودا في الخارج يعني الحدث منوشي ليس جسما تجده ولا عرضا تجده خارج ذهنك إنما الحدث هو شيء اعتباري يعتبر في الشرع يمنع الحدث هنا يمنع من صحة الصلاة هذا هو الحدث فرفع الحدث معناه إزالة المانع كيف يزول المانع بالطهارة هذا قد يكون بالغسل وقد يكون بالوضوء السبب الذي يوجب الغسل يقال عنه حدث أكبر الذي يجب الوضوء يقال عنه حدث أصغر نعم فإذا لابد من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر نعم نعم فاقد الطهورين صلاته صحيحة مع وجود الإعادة عليه أما لو فقد إنسان الماء والتراب هذا لابد أن يصلي لحرمة الوقت فتصح صلاته صلاة صحيحة لأن الله أمره أن يصلي مأمور أن يصلي ولو كان لا يجد الماء ولا يجد التراب حبسة في مكان ليس فيه ماء ولا فيه تراب هذا ماذا يفعل دخل الوقت يصلي من غير أن يتطهر ومن غير أن يتيمم ثم بعد ذلك يعيد بعد ذلك يعيد هذه الصلاة التي صلىها ولو أنه قام بما فرض الله عليه لكن عليه إعادة أحيانا الإنسان يعمل ما فرض الله عليه لكن عليه أن يعيد بعد ذلك هذا من الأحوال التي يعيد فيها نعم والطهارة يعني إذا وجد الماء يتطهر ثم يعيد هذه الصلوات التي صلىها بغير طهارة وبغير تيامم نعم والطهارة عن النجس الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمصلة والمحمول أيضا لا بد من الطهارة عن النجس الذي لا يعفى عنه عن النجاسة التي لا يعفى عنها ذكرنا نحن بعض النجاسات التي يعفى عنها لا بد من الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها في بدنه ألا يكون على بدنه نجاسة لا يعفى عنها في ثوبه ألا يكون على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها في محموله ما يحمله مثلا هو يضع رداء يحمل في جيبه قنينة فيها دم أو فيها بول أو نحو ذلك وكذلك أن يكون طاهرا عن النجاسة في المكان الذي يصلي فيه يعني ألا تباشر جبهته النجاسة ولا يديه النجاسة ولا ركبتيه النجاسة ولا باطن أصابع رجليه النجاسة وأن لا يقف على نجاسة هذا معنى أما لو حاذ بصدره نجاسة من غير أن يمسها صدره فلا يؤثر في صحة الصلاة ما بده يجي على بدن نجاسة ما بده يكون واقف أو كابو أو إيدي أو جبهته هكذا لا يمس النجاسة أما إذا كان ساجد تحت صدره في نجاسه وهي لا تلامسه صحة صلاةه هذه محاذية ما لامسته نعم وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا يعني الطهار في المصلى نعم والثاني ستر لون العورة عند القدرة أيضا لابد لصحة الصلاة من ستر لون العورة ليش اللون؟ لأنه لا يشترط ستر الحجم لو كان الساتر يحجم العورة فالصلاة تصح لو فرضنا كان إنسان بشاطئ الماء حد المي وليس عنده ثوب ما في شيء يستر به عورته فأخذ الطين فستر عورته بالطين لو كان يحجم العورة لكن يستر هذه العورة يستر اللون فصلى صح صلاته أو مثلا كان قول هذاك لا يحجم يعني لابد أن يستر عورته في أثناء الصلاة لابد أن يسترها يسترها بأيش؟ بما يستر اللون الأصل ألا يظهر اللون لو ظهر هيكي الحجم يعني لو كان بسموب العمية بخايل الثوب لكن لا يظهر اللون لأنه رقيق يخايل لكن لا يظهر اللون لا يعرف اللون هل هو أبيض هل هو أسمر لا يعرف لا يرى اللون مثل هذا يصلح ساترا تصح الصلاة لأنه ستر اللون الشرط أن يستر الساتر لون العورة نعم والثاني ستر لون العورة عند القدرة ولو خاليا في ظلم ولو كان في الظلام ووحده لا يراه أحد آخر من البشر لأن الله أحق أن يستحى منه وإن لم يستر حجمها نعم فإن عجز عن سترها صلى عاليا فإن عجز عن سترها إذا كان عجز ما وجد شيئا يستر به عورته يصلي عاليا ويركع ويسجد لا يؤمن يركع ويسجد ولو هذا لا يقدر عاجز ماذا يفعل يصلي على حاله الذي هو عليها ولا يترك الصلاة من يستر حجم من يستر حجم من يستر حجم من يستر حجم نعم ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما ولا إعادة عليه لو نطرت شوي ما تذكرت بل يتمهما ولا إعادة عليه لأنه عاجز عن الستر هذا الذي يستطيعه نعم والعورة لغة للنقص الآن العورة ما معنى العورة العورة في اللغة النقص هذه عورة فلان تتبع ما بيقوله تتبع العورات يعني تتبع النقائص شو فلان شو عنده نقائص يتتبعها هذا مما لا ينبغي فإذا العورة في اللغة النقص هذا باللغة معنى العورة نعم وتطلق شرعا على ما يجب ستره هنا هذا هو المراد ما يجب ستره ما يجب على الإنسان أن يستره نعم وهو المراد هنا إذا كان يصلي هنا المراد ما الذي يجب على الإنسان أن يستره وهو يصلي هذه العورة تختلف يعني هذه عورة الصلاة لكن أحيانا مثلا بتقول عورة الأم أمام ولدها هذا مختلف أما كلامنا الآن عن عورة الصلاة ما سيتكلم به العورة التي يذكرها هي عورة الصلاة ما يجب ستره في الصلاة نعم وعلى ما يحرم نظره كمان أحيانا تطلق العورة على ما يحرم النظر إليه من جسم الإنسان هذا أيضا يقال له عورة نعم وذكره الأصحاب في كتاب النتاح عادة عندما يتكلم الشافعية عن العورة التي يحرم النظر إليها يذكرون هذا في كتاب النكاح في كتاب الصلاة يتكلمون عن العورة التي لا بد من سترها للصلاة نعم ويكون ستر العورة بلباس طاهر لا بد أن يكون اللباس طاهرا ليس بلباس نجيس نعم لو سترها بلباس نجيس فصلى لم تصح صلاته نعم ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عمن يحرم نظره إليها واضح هذا كمان إذا كان هناك إنسان يحرم أن ينظر إلى هذه العورة لا بد أن تستر عنه في خارج الصلاة نعم ويجب في الخلوة ستر المغلظة فهو في الخلوة حرام نعم إلا أن يكون حاجة فيجوزل انتبه في فرق وبعض الناس لا يفرقون في فرق هناك فرق بين الحاجة وبين الضرورة ما قال لضرورة ايش قال لحاجة مثل إذا أراد أن يغتسل أن يغير ثوبه ما شابه ذلك من الحاجات عند ذلك يجوز أن يكشفها لأجل هذه الحاجة هذا يقال له حاجة ضرورة أضيق الحاجة أوسع إذا قل لحاجة هذا أوسع إذا قل لضرورة أضيق نعم ولا يجب سترها عن نفسه أي يعني ويجوز أن ينظر إلى عورة نفسه لا يجب أن يستر عورته ليس حراما أن ينظر إلى عورة نفسه يجوز لكنه يكرر نظره إليها بلا حاجة لكن يقول الفقهاء مكروه أن ينظر إلى عورته إن لم يكن حاجة لنظر إذا لم يكن هناك حاجة لنظره إلى عورته يكرر أن ينظر إليها ليس حراما لكنه مكروه وعورة الذكر أمام الناس ما بين سراته ونكبته بالخلوة العورة المغلظة ما هيك أما الأنسى تستر فخذها في الخلوة يعني الأنسى تستر ما بين السرات ونكبته أما الذكر يستر القبل والدبو يجوز أن يكشف الفخذ لكن أمام الناس حرام عليه لا بد أن يستر ما بين سراته ونكبته نعم وعورة الذكر أمام الناس ما بين سراته ونكبته وكذلك الأمم كذلك الأمم المملوكة أمام الناس عورتها ما بين السرات والركبة حرام أن تكشف أمام الناس الأمة المملوكة ما بين سراتها وركبتها لا يجوز يعني إذا واحد كان اشترى أمة عنده هذه الأمة حرام أن تكشف من بدنها ما بين السرات والركبة أمام الناس لا أمام الناس الأمة الله خفف كان غير حليل لها لا يجوز أن ينظر إلى ما سوى ما بين السررة وبكبة بشهوة أكيد ولا إلى ما بين السررة وبكبة لا بشهوة ولا بغير شهوة وقال وبعض العلماء عورة الأمة عندهم أوسع من هذا بعضهم أوسع فيه خلاف نعم وعورة الحرة في الصلاة وخارجها ما سوى وجهها وكفيها أما الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين الوجه والكفان من الحرة ليس بعورة نعم ظهرا ورطنا إلى الكوعان الكفان إلى هنا هذا هو الكوع كوع ليس هنا الكوع هنا هذا هو الكوع إلى الرسغ عورتها كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها الكف هو هذا الأصابع وبطن الكف بطنا وظهرا هذا يجوز أن تكشفه الكف والوجه نعم واستثناء الوجه من العورة أن وجه المرأة الحرة ليس عورة بالإجماع إجماع هذا ما فيه خلاف ما أحد من الأئمة قال وجه المرأة عورة ما أحد كما نقله الطبري الطبري الذي هو إمام مجتهد ابن جرير الطبري كان مجتهدا بلغ رتبة الاجتهاد ابن جرير الطبري وهو هذا الإمام المجتهد قال إجماع أن وجه المرأة ليس عورة ونقله غيره أيضا نعم والقاضي عياض وغيرهما نعم نعم يسن لها سطر وجهها إذا خرجت أما إذا خرجت أمام الناس من بيتها أحسن خير لها أن تستر وجهها هذا خير لها أحسن سنة وهذا أيضا إجماع أنه خير لها أن تستر وجهها إذا خرجت من الميت وهو أيضا مما لا خلاف فيه لا خلاف أنه خير لها أن تفعل ذلك إلا يستثنى مما ذكرنا قبل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجوز لهن كشف أي جزء من أبدانهم لا الوجه ولا الكفين ولا غير ذلك ولا غير ذلك وعورتها مع المسلمة والمحرم وفي الخلوة ما بين السورة والركبة مع المسلمة مع المرأة المسلمة عورة المسلمة ما بين السورة والركبة وكذلك في الخلوة عورتها ما بين إذا كانت وحدها عورتها ما بين السورة والركبة لا يجوز لها أن تكشف ما بين السورة والركبة نعم والثالث الوقوف على مكان طاهر بعض الناس يشددون في أمر الوجه في غير محل التشديد بعض الناس يقول الوجه عورا هذا ما قاله أحد نعم بعض الفقهاء قال إذا كان يخشى الافتتان بها إذا كان يخشى الافتتان بوجهها تؤمر أن تستره إذا خرجت بس ما قالوا عورا خليفة زوجة شيء تاني زوجة قد يقول لها لا أرضى بخروجك من البيت إن لم تستر وجهك هذا باب تاني للزوجة هذا باب آخر بس الخليفة قد يأمر الخليفة قد يأمر بذلك لمصلحة يراها الخليفة هذا اللي بقولوا أن الخليفة قد يأمرها بذلك أما أنه عورا ليس عورة ما أحد من الآئمة قال إنه عورا على أن ستره حسن على أن ستره حسن شيء حسن يا ليت النساء يسترن وجوههن إذا خرجن لكن بأيامنا زخافوا من الكورونا بغض أما لأجل السنة مثل ما بجال في كتير أشياء ما بيعملوها لأجل السنة نعم يمضي والثالث الوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض مدنه أو لباسه نجاسة أحيانا بعض الناس ستر المرأة لوجهها عندهم كأنه أصل من أصول الدين يعني إلى هذه الدرجة يبالغون ظنقلت لكم أنا قبل مرة ما هي ذكرت لكم رأيت مرة بدولة من الدول واحد يركب الدراجة النارية خلفه زوجته ساترة وجهها كاشفة شعبها أنا شفت ما حد خضرني شيخ عبد الله كان يقول بالماضي بنواحي حلب كانوا يتشددون كثيرا في هذا الأمر قال مرة واحد جاء وجد امرأته يعني عند باب البيت كانت تنظف البيت الباب مفتوح وهي كاشفة عن وجهها فسب ربها وكفر من شدة غضبه أيش هذا هذا ليس اعتدالا هذا ليس اعتدالا والعياذ بالله تبارك وتعامل هذا ليس اعتدالا لذلك الواحد إذا كان في بلد هذا الأمر فيه يعني الناس متشددون لا يسمعون لا يكلمهم في هذا في بداية الأمر لا يكلمهم حتى يلينا الشخص ويصير عنده فهم عند ذلك يعلمه أن هذا ليس عورة لكن شيء حسن سدر المرأة لوجهها شيء حسن لأنه لو كلمه من الأول بعد ذلك لا يسمع منه ما هو أولى وأهم يقفل الباب انتهى إحدى أخواتنا في الماضي ذهبت لتعلم في نواحي حلب قال لها شيخنا رحمه الله قال لها هذه المسألة لا تكلميهم فيها الآن لا تتكلمي فيها حتى يقبلوا ما هو أولى وأهم نعم فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود شرحنا هذا يعني لا بد أن لا يلاقي نجاسة لا بالبدن ولا بالثوب عند القيام أو ركوع أو السجود نعم والرابع العلم بدخول الوقت يشترط لصحة الصلاة أن يعرف أن الوقت دخل يقينا مثلاً رأى الشمس غابت تيقن رأى الفجر طلع تيقن رأى الشمس مالت عن وسط السماء رأى الظل زاد عن طول المثل للعصر هذا تيقن رأى الشفق الأحمر غاب هذا يقين تيقن أو ظن باجتهاد حين لا يستطيع أن يتيقن أو أن يظن باجتهاد حين لا يجتهد أحياناً ما بيقدر غيم لا يستطيع أن يرى غروب الشمس يجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن الشمس قد غربت فصلى هذا نقول صح صلاته نعم ولو ظن بالاجتهاد أما لو صلى من غير يقين ولا ظن هك بد يكون دخل الوقت هك في قلبه بد يكون دخل الوقت ما اعتمد لا على رؤيته ولا على رؤية إنسان ثقة ولا على أذان مؤذن ثقة ليس أي مؤذن مؤذن ثقة ما اعتمد على شيء من نحو ذلك ولا اجتهد إنما قال في قلبه يعني بد يكون دخل هلأ الوقت فصلى لو صلى في الوقت لم تصح صلاته لأنه لم يعلم دخول الوقت لا بيقين ولا باجتهاد ولا بظن لا بيقين ولا بظن نعم فلو صلى بغير ذلك لن تصح صلاته وإن صادف الوقت لو كان لو صلى في الوقت صلاته غير صحيح نعم والخامس استقبال القبلة أي تعبى كم من الناس لا يراعون هذا لا يراعون في الصيام أن يعرفوا طلوع الفجر ولا أن يعرفوا غروب الشمس ولا أن يعرفوا دخول الصلاة أصلا كثير منهم ما تعلم كيف يدخلوا أو كيف يدخلوا أوقات الصلوات والذي لا يتعلم كيف يدخل من أين يعرف أنه دخل أو كيف يعرف إذا لم يتعلم ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكذا علم بما يتعبدوا هكذا قال بعض العلماء هذا ما فيه خير الذي لا يعرف كيف تدخل أوقات الصلوات ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكذا علم بما يتعبدوا نعم والخامس والخامس استقبال القبلة أي الكعبة يستقبل بالصدر في القيام وبمعظم البدن في الركوع والسجود يستقبل الكعبة يتوجه إليها نعم وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها لذلك الكعبة قيل لها قبلة لأن المصلي يقابلها تسمى قبلة نعم وكعبة لارتفاعها نعم وقيل لها كعبة لأنها مرتفعة نعم واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه يعني في القيام في القيام بالصدر أما في مكوع والسجود فبغالب البدن نعم كيف تستقبل الكعبة بصدرك انتبه أنه قال استقبال الكعبة يعني إما يقينا أو ظنا باجتهاد ليقين بأن تراها فتتوجه إليها هذا استقبال بيقين أو أن تجد طريقة تتيقن بها من استقبالها مثلا تستقبلها عند ذلك مثلا لو فرضنا أنت بتعرف بمكة أنه خلف الكعبة إذا وقفت بها المكان بكون هذا الذي يظهر لك خلف الكعبة مع الكعبة ومع مكانك بخط مستقيم أنا بتعرف أنت أنك إذا استقبلت تستقبل بشو بيقين هذا استقبال بيقين أو كان واحد على مكان عالي فقال لك توجه هكذا تكون مستقبلا للكعبة هو يراها ويراك هذا ملحق بيش باليقين عن علم هذا استقبال عن علم وأحيانا يكون الاستقبال عن ظن يكون الاستقبال ظنا بالاجتهاد مثل البعيد الذي لا يرى الكعبة كما حالنا نحن هذا شو بيعمل يجتهد كيف يجتهد بده يشوف طريقة يعرف بها موضعه بالنسبة الى الكعبة الى اية جهة مش الى مكة ليس الى الحجاز الى الكعبة يعني بده يعمل جهده ان يتوجه الى عين الكعبة بتقلي اديش يعني يعمل جهده هو بده يعمل جهده ان يتوجه الى عين الكعبة لان القبلة هي الكعبة ليس القبلة مكة ليس القبلة الحجاز القبلة الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الكعبة وقال هذه القبلة فهذا هو القبلة لذلك يعمل جهده ان يستقبل الكعبة الا اذا شيفها مثل ما قلنا احيانا بيقين واحيانا باجتهاد يجتهد يعمل جهده ان يستقبل القبلة ان يستقبل الكعبة بعلامات بعلامات يعرف الواحد مثلا انه اذا كان كلما ابتعد شمالا عن الكعبة كلما ارتفع النجم القطبي في السماء اذا كان هو عايش الى الشمال من خط الاستواء كلما ابتعد عن الكعبة كلما ارتفع النجم القطبي في السماء فهو بيشوف وين النجم القطبي اقرب للأفق محل بلده ولا بالكعبة اذا كان بالكعبة اقرب بمكة اقرب معناه هو الى الشمال من الكعبة بيشوف وين تطلع الشمس قبل ببلده ولا بمكة اذا تطلع بمكة قبل يعني هو الى الغرب اذا ببلده قبل يعني هو الى الشرق اذا كان الى الشرق بده يتوجه الى الغرب اذا كان الى الشمال بده يتوجه الى الجنوب وهكذا هذه هي الطريقة التي يستقبل إذا كان بين الشرق والشمال بده يتوجه بين الغرب والجنوب وهكذا يعمل جهده ما استطاع أن يستقبل عين الكعبة أد ما يقدر بيعمل جهده نعم أما واحد ما اجتهد بالمرة ما اجتهد وقف هاك وصلى مثل ما بيعملوا كتير ناس بيفوت على البيت بيوقفوا بجر الحات وبيصلي من غير أن يجتهد من غير أن يعرف أما أنت أسفل صلى هذا لا تصح صلى لأنه قادر على أن يجتهد بيقدر يسأل يعرف أنا وين كيف ثم يتوجه إلى القبلة يعمل جهده وإذا كان قادرا أن يجتهد لا يقلد غيره يعني إذا سأل واحد تاني كيف القبلة أم قال له هاي هو قادر أن يجتهد من مثلا أعمى أحيانا الأعمى يقدر أن يجتهد حتى الأعمى أحيانا لا يقدر إذا عجز على الاجتهاد يسأل من إنسانا ثقة يخبره كيف القبلة أما إذا كان قادرا على الاجتهاد لا بد أن يجتهد هو لا بد أن يجتهد هو ما يكفي مثلا أحيانا شو بيعملوا بعض إخواننا مثلا بيأخذ البوصلة وبتوجه على رقم معين طيب ليش توجهت على هرقم ليش ما غيره شو بدو يجرب جرب بالشمال بس جهة القبلة البوصلة ضبطة تعرف لا بيجتهي لا بيوقفك لأنه يكون سامع من غيره يقلد غيره ما بيكون هو اجتهد أو ينبغي أن يجتهد يفكر أنه أنا بلدي اللي أنا فيه بالنسبة إلى الكعبة شو بل نحن إلى الشمال من الكعبة لكن من توجه جنوب بس نحن ما أنه شمال صف نحن بلدنا مائل إلى الغرب يعني شمال شيء من المائل إلى الغرب معنى بدنا نتوجه إلى الجنوب مع شيء من المائل إلى الشرق الداب يميل إلى الشرق يجتهي بحاول بيسأل بيشوف بأيام كمان أسهل من الأيام الماضية بيأدر يعمل جهده ثم يفكر أما هيك كيف فلان واقف بوقف مثله هذا تقليد ولا يصحه لمن هو قادر على الاجتهاد أن يقلد في هذا لا بلبنان ولا بغيره بأي بلد كان يجتهي لذلك لذلك شيخنا رحمه الله أينما كان كان يجتهي مرة كان الشيخ عم بيصلي بفرنسا كنت معه بمكان وصلي إلى جهات أنا ما صليت ورا الشيخ لأنه اجتهادي مختلف عن اجتهادي صليت وحدي إجا بعض الناس يعني يعني كنا بعض ما وصلين جديد عن محال كمان أي عم بيقلي لما ما صليت ويقول له لأنه اجتهادي غير اجتهاد كيف بدي صلي ورا الشيخ أنا لابد أنا أجتهي مثل ما الشيخ بيجتهد أنا بدي أجتهد بس إنه يعني الشيخ رحمه الله ما حكي كلمة حد وكنت عم صلي الشيخ أبدا ما قال شيئا هو بيعرف الشيخ رحمه الله إنه الواحد بده يجتهد ألا بعدين رجع ظبط اجتهاد ما نفس الجهاد نعم لا بد يعني ما أنه ما دخل لو الشيخ عبد الله ما دخل أنت قادر أن تجتهد لا بد أن تجتهد نعم لا يجتهد الإنسان في محراب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما فيه اجتهاد يعني بتوقف بالمدينة بمحراب المسجد النبوي لا بتقول بدي إجتماع ولا بتطلع البوصلة ولا شيئا تصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذا ما فيه اجتهد مثل هذا لا يجتهد فيه نعم سيدي الكمين لا يستأنس بها بس لا يعتمد اعتمادا كليا لا على الخرائط ولا على ما اسمه الـ GPS لأنه الـ GPS ما بيعطيك بيعطيك بناء على الخريطة اتجاه لكن GPS أحيان بيكون بوصلة مجربة بس هاي بتعطيك شمال جنوب إلى هنا هلا إذا كان اجتهدت وعينت الاتجاه على الـ GPS وبعدين صرت تقف عليه ما فيه إشكال بس لابد من الاجتهاد بتساعد 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 كل البشر هيدا هيدا الخرائط يعتمدونها لبيان بالشمال بالشرط بالهدا ما كلهم هيكذبوا نجم القطبي تحطه خلف فأذونك اليسر حتى تنحرف قليلا إلى الشرق هيك بيقوله ويجوز ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين في شدة الخوف في قتال غير ممنوع يجوز يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين ذكر أبو شجاع حالتين هؤلاء هاتان الحالتان الأكثر شيوعا الحالة الأولى عند شو عند شدة الخوف يعني إذا التحم القتال ما عد فيك تستقبل القبلة ما عدت تستطيع أن تستقبل القبلة عند ذلك تصلي كيفما استطعت ولا تترك الصلاة تصلي مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها راكبا أو راجلا إذا استطعت أن تركع تركع لم تستطع برأسك توم كيفما استطعت تصلي عند ذلك لا يشترط استقبال القبلة في هذه الحالة نعم كل إن استطعت تستقبل القبلة إن لم تستطع كيفما استطعت نعم إذا التحم القتال شدة الخوف ما بس إذا التحم القتال مثلا واحد لاحقك بده يقتلك وأنت لا تستطيع دفعه هذا مثله ما قادر تتوجه إلى القبلة شو بتعمل دخل وقت الصلاة شو بتعمل تترك الصلاة لا تصلي كيفما استطعت وما كان مثل ذلك فرضا كانت الصلاة أو نفلة في شدة الخوف في الفرض والنفل في كليهما نعم وفي النافلة في السفر على الراحلة والموضع الثاني إذا كان يصلي النفلة مسافرا على الراحلة مش راكب بالبوسطة ليس راكبا في السيارة ليس في السفينة ليس في الطائرة كل هذا لا بد أن يقوم إن استطاع ما بيصلي قاعدا لكن المستثنى إذا كان راكبا على الداب وكان مسافرا ووجهة سفره إلى غير جهة الكعبة يصلي النفلة للفرض ليس الفرض يصلي النفلة للفرض مستقبلا جهة سفره إذا سهل عليه بالتكبير يستقبل القبلة إن لم يسهل لا يستقبلها بس إذا كان يصلي على الداب يخفض للركوع رأسه يخفض أكثر للسجود هكذا يصلي ولو كان غير مستقبل غير مستقبل للقبلة ليش لأن النوافل تكثر لو كان كلما أراد أن يصلي نافلة بد يوقف الداب ينزل عن الداب يتوجه إلى القبلة ويرجع هذا إما أن يترك السفر وإما أن يترك التنفل فخفف الله في هذا الأمر في السفر حتى لا يترك الشخص النافلة في السفر نعم فلمسافر سفرا جائزا ولو قصيرا التنفل صوب مقصد شرطه أن يكون السفر جائزا ليس حراما كمان عند التحام الحرب شرطه أن لا يكون في شدة الخوف شرطه أن لا يكون حراما كمان أما إذا كان عم بحارب بقتال محرم ما هو فرض على يتركه أن يترك هذا القتال ليس له رخصة وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته في ركوعه وسجوده على سرجها كما قلنا يخفض نعم بل يومئ لهما يومئ يعني يشير يشير للركوع يشير للسجود أخفض ويكون سجوده أخفض من ركوع لابد وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيه ما ولا يمشيه أما الماشي اللي مسافر ماشيا إذا أراد أن يصلي النفل ماذا يفعل يستقبل القبلة في التكبير بعدين هو عم يقرأ يستقبل وجهة سفره بيمشي هو ماشي إلى جهة سفره يقرأ الفاتحة وما شاء عندما يريد أن يركع يستقبل أيش القبلة عندما ثم يرفع عندما يريد أن يسجد شو بيعمل يستقبل القبلة ويسجد ثم بعد ذلك يكمل ماشيا إلى وجهة سفره وهكذا يعني يستقبل في ركوع والسجود كما قال أعدها لو سمحت وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما ولا يمشي نعم هذا وصل في إله إله سفر مثلا إذا اقتتل مسلمان على الدنيا مذكر من زمان هذا القتال الذي صار بين الجزائر والمغرب هذا على أيش هذا على الدنيا وكذلك كثير شو بدك تمثل لا تمثل كثير هيا الابليكيشنز كلها هايدي مربوطة بخرايط من لو بيقلك الأقمار الصناعية القمر الصناعي بيعطيك شي متعلق بالخريطة مش القمر الصناعي فوق مثلا محلك والكعبة وبيوجهك إلى جهة الكعبة مثل اللي واقف عم بيشوف منه هاي إنما في تطبيقات بتنزل على الخلايط بيطلع عندك على التليفون لو كان لو كان بيعطيك القمر الصناعي وجرب إنه بيعطيك مثل اللي شايف مثل شخص لوائي فوق محلك والكعبة وبيعطيك كيف جهة الكعبة كنا إلنا هذا يعني مثل اليقين بس ما هيك ما هيك كان بالماضي قالوله لشيخنا رحمه الله مرة إنه الأمر هيك إنه بيكون مثل الغلط الذي قال له كان هو مفكر هيك ثم تبين له أنه ليس هكذا عند ركوع والسجود وعند افتتاح الصلاة هكذا بيعريد بيعريد بيجتهد 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 يجتهد هكذا إذا كان إذا كان مبني على بالأصل على مراقبة إما مراقبة منك أو من غيرك ممن هو ثقة إذا مبني على مراقبة بتصير الساعة هكذا مثل اللي اجتهاد ما بده يقول بقلبه ما بده ما بده يكون عم يجتهد لإصابة مكة بده يكون عم يجتهد لإصابة الكعبة إذا توجه إلى الكعبة أكيد بيكون متوجه إلى جزر من مكة إذا ما بيرضو الشافعية ما بيرضو غيال حكيم شو يعني بين وين هذا هو يجتهد أن يصيب الكعبة إذا ما ضبط يتمعه بيكون اجتهد لا يجتهد أن يصيب جهتها أو مكة أو أن يصيب الكعبة بالساعد بس منها دقيقة هادي هادي الخلائر هادي بوجيكشن اسقطات من تمثيل حقيقي فما فيك ما فيك تقول أيضا شي دقيق بس بيستحي لا شك بيستحي لا شك بيستحي تجربته مكة اي مدينة اي 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 نفسي لا شك بيستحي ما باعث كيف بأس أرقام يعني تعطي الخريطة هو بعدها يكتب وائ ها كوردينيشن كيف عرفت كيف عرفت انه بجاة الساسطة طب يعني انت عم تقول عرفت يعني انت عم تقول أستاذ انت شو عم تقول سيد سكري عم تقول اتجاه هيدا صحيح لا مو صحيح انا اتأكد منها كيف تأكد منكد انه هكا مضبوطة حطي دا هكتنين الكعدة عند المدينة عند النبي حطيت نفس الاجتجاه ما انا مقول لا يعطي من دي عليها ولا لا لا يكتفل بدك تشتهد بتساعد عند النبي ولا بتطلع عرفت 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 هللو 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 لا الى الالله اللهم صلى عليه سيدنا محمد وعد آله وصحبه وسلمه أسأل أيها